إلى ما لا نهاية معاناة مرضى الثلاثيمية في النجف معاناة لا تكاد أن تخف أو تهيد حتى وصل الأمر إلى امتناع المرضى عن تلقي جرعات الدم وذلك احتجاجا وإضرابا على غياب الأدوية المنقذة لحياتهم منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر نحن هذا شهر الثالث علاج أبر الدسفرال ما متوفر للمرضى المريض مني يخلي دم الدم بي حديد من نصعد عدة الحديد أكو راح أصير في السلبيات تهوعية حاليا سعر الباكيت وصل 80 إلى 90 ألف المريض يحتاج جومية أقل شيء أوبرتين الباكيت بي عشرة يعني كل خمسة يام تسعين مئة ألف التكسرة على الشهر على ثلاثين يوم يوم ما حتى تقطع الأبر رجع الحديد مثل ما شهر رجعنا من الصفر وإحنا هنا نمتع نعين عن الدم بعد ما أغير أنا بدأل ما أموتا ما أكو علاج خل أموتا ما أكو هذا ما أحسن الواقف هنا أنا هنا أغير ولا تقتصر معاناة مرضى الثلاثيميات النجف على شح الأدوية أو غيابها تماما فالمركز الوحيد للعلاج في المحافظة لا يتلأم حجم الأعداد المسجلة فيه فضلا عن افتقاريه للأطباء لاختصاص فأكثر من ألف واربعمائة مريض يتلاطمونه بين ألم المرض وغياب الاهتمام والدعم لهم القسم الثلاثيمين نقل وين المستشفى الألماني مستشفى الألماني مستشفى الألماني متواجد به كافة الاختصاصات أما مستشفى الزهرافة ومستشفى أطوال وولادة ما عدنا أي شيء هنا هاي مطالبهم وبالنسبة لهم هم يعني أكو من عدهم وربع من عدهم اللي عده واسطة واللي عده علاقة عده راتب رعاية وراتب معيل هذا أحدهم مطالبهم وقسم باقي ناس باقي حقه هو يقول لك أنا عمر 16 سنة شاب أنا وما أقدر أشتغل مركزة الثلاثيمية بالنجف ما بي دكتور اختصاص أمراض دم دقيق عند الأطفال لأنه احنا نحتاج دكتور اختصاص ليبقى لحد آخر مريض يطلع من نام نردها لأنه هذا المريض بالنقل الدم يؤدي إلى تحسس أحيانا أو إلى ضروب خاصة يكون بي لازم دكتور اختصاص موجود وجوه شاحبة وأصوات لا تسمع يضاف لها وجع لا يدركه إلا من به ألم هذا المرض الذي يفتك بثلذات أكباد يعين ذويهم هذه المرارة دون يد تمتد لانتشالهم من النجف محمد رزاق التغيير